معنى آية وإن كان مثقال حبة من خردل آتين بها لكل آية من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى مغزى أنزلها الله من أجله لذلك يجب على المسلمين تدبر معاني الآيات وخاصة الآيات التي تتحدث عن موقف من مواقف يوم القيامة ومن هنا يتعين البحث عن معنى آية وإن كان مثقال حبة من خردل آتين بها وما تشير إليه من فوائد قال الله تعالى في صورة الأنبياء وإن كان مثقال حبة من خردل آتين بها ويدل ذلك على أن العبيد كلهم يوم القيامة قد أفضوا إلى الله العظيم وهو العادل في حكمه وميزانه لا يضيع عمل ذكر أو أنثى حسن ذلك العمل أوساء وتنصب الموازين في ذلك اليوم فربما كان ميزانا واحدا لكل عبد له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وربما كانت عدة موازين يوزن في كل ميزان صنف من أصناف أعمال العبد يوم القيامة فقد ذهب بعض من أهل السلف وهم قتادة والضحاك ومجاهد أن الميزان هو عدل الله سبحانه وليس ثمة ميزان ولكن المرجح هو القول الأول الذي يقضي بوجود الميزان ولكن الله هو أعلم بهيئته وميزان الله لا يضيع أعمال العاملين من عبيده سواء كان ذكرا أو أنثى وسواء خف ذلك العمل أوثق لمن الحسنات والسيئات يقول في ذلك مجاهد أن ما يعمل العبد من السيئات أو من الحسنات ما يعادل متقال حبة من خردل يحذره الله ويوضع في ميزان العبد عند الحساب في اليوم الآخر وقال ابن زيد في تأويل معنى آية إن كان متقال حبة من خردل آتينا بها أي أن أعمال العبد كلها محصية له وتوزن في ميزان الله سبحانه فالله إن شاء عفى عن عبده وإن شاء أخذه بظلمه لنفسه وأضاف مجاهد عن معنى آتينا بها أي جازينا بها وأما معنى كلمة المتقال فهي الثقل أي الوزن فيقال متقال الحبة أي وزنها ومقدارها وأما الحبة فهي ما يخرج من السنبل وهي الواحدة من ثمر النبات وأما الخردل فهو نوع من أنواع الشجر يطلق عليه اسم شجر الخردل حبوبه صغيرة ودقيقة تشبه حبات السمسم فحبة الخردل هي أخف الأشياء وأصغرها وأحقرها وأقلها وزنها ومع ذلك فلو عمل ابن آدم مذقال تلك الحبة من الخير أو الشر سيوزن في ميزانه يوم القيام ليجازيه سبحانه إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقد روي في ذلك أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فكانت كل كفة ما بين المشرق والمغرب فغشي على داود مما رأى فلما أفاق قال لربه يا رب من يستطع أن يملك كفته بالحسنات فأجابه ربه يا داود إذا رضيت عن عبدي ملأتها له بتمرة سأل ربك باناáb علي ربه يا داود إلا ربه يا داود إلا ربه يا داود إلا ربه يا داود إلا ربه يا دوني